مثل خير شباب تحديث جديد وصل الهاتف البوكو الـ X5 هذا التحديث يا شباب اجا عن طريق الشركة كيف فينا نحصل على هذا التحديث؟ ندخل على حول الهاتف طبعا عن طريق الاعدادات منلاحظ انه اصدار الـ MUI وهي الواجهة الخاصة بشاومي 14.06 رح ندخل عليها منلاحظ انه بلش تحديث الـ Xiaomi الـ HyperOS طبعا هي واجهة جديدة من شاومي رح تكون مختلفة عن الواجهة القديمة طبعا اكيد حجم هذا التحديث هو 3.9 جيجا يعني ما يقارب الـ 4 جيجا بدنا ننتبه لملاحظة مهمة جدا انه لازم يكون في عنا فراغ على الهاتف ما يقارب الـ 10 للـ 15 جيجا لحتى يفرد التحديث طبعا داخل هاي الواجهة اثناء التحديث في عندي اكتشف مل جديد منلاحظ انه شاومي HyperOS والاصدار الخاص فيه هو 1.0.3.0 وأكيد عبي يشرح لي عن التحديثات اللي رح تجي للنظام وكذلك الأمر عن التحديثات الجمالية والكمالية للواجهة الرئيسية لشاومي طبعا بس تا يخلص التحديث نعمل نظرة شاملة عليه بعد الانتظار لفترة من الوقت أعطاني إعادة التشغيل الآن رح نعمل إعادة التشغيل ونشوف كيف صارت الواجهة أثناء عملية إعادة التشغيل صراحة بيطول شوي لحتى يقلع تظهر عبارة شاومي HyperOS بعد ما وصل للواجهة الرئيسية أعطاني إدخال كلمات المرور هلا مننتقل للنظام ونشوف التحديثات الجديدة منلاحظ عبارة تم تحديث النظام بنجاح بواجهة الإشعارات بعد ما ضغطنا على إشعار تم تحديث النظام بنجاح بيعطيني هالواجهة هي اللي بداخلها بعض المعلومات عم يخبرني تم تحديث تصحيح أمال الأندرويد إلى يناير 2024 وجماليات نابضة بالحياة منلاحظ أن واجهة الستارة تغيرت إلى ألوان مختلفة صراحة صارت للون الداكن مننتقل عند الإعدادات يعطيني عند محدث تطبيقات النظام إشارة عندي عدة تطبيقات من شركة شاومي فيك تحدث كلاياتها أما بالنسبة لحول الهاتف رح ندخل عليه منلاحظ أنه بواجهة حول الهاتف تغيرت كليا صار اسمها شاومي HyperOS رقم الإصدار الخاص فيها 1030 وأكيد يعطيني باقي المعلومات عن نظام الأندرويد والجهاز بشكل عام شكرا لمتابعتكم شباب وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية